دشنت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة شعار المنام عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري لتشمل العديد من البرامج والعروض السياحية والترفيهية التي ستطلقها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع السياحي الخاص هذا وبينت وزيرة السياحة أن إطلاق الشعار يشكل بداية الانطلاق لبرنامج حافل بالفعاليات السياحية والترفيهية التي سيكون لها أثر كبير في استقطاب المزيد من السياح والزوار على مستوى المنطقة ولفتت سعادتها إلى أن الاحتفاء بالمنامة كعاصمة للسياحة الخليجية يترجم نجاح تجربة المملكة في وضع قطاع السياحة ضمن أولوياتها التنموية نظرا لدوره المؤثر في دفع مسيرة التنمية المستدامة وعجلة النمو الاقتصادي إلى أفاق أرحب مؤكدة تضافر الجهود بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركاء القطاع الخاص لترويج لهذه المنسبة ونوهت الصير فيه لأن العمل جار على الترويج للباقات السياحية الخاصة لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم استقطاب المزيد من الزوار عبر جميع المنافذ لافتة إلى أن المناسبة تشكل فرصة مميزة لإبراز الدور المهم الذي تطلع به المملكة في تهيئة منظومة سياحية متكاملة على مستوى المنطقة وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي طبعا نحن اليوم متواجدين لتدشين الهوية الرسمية للمنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024 الذي يعد من الإنجازات الرائدة لوزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض من الأمور اللي بديننا فيها للترويج لهذه الفعالية تحديدا هو تشجيع السياحة البينية ما بين البحرين ودول مجلس التعاون كذلك طبعا فوز مملكة البحرين بالمنامة عاصمة السياحة الخليجية يأتي ضمن سلسلة نجاحات كثيرة في صعيد القطاع السياحي في مملكة البحرين ونحن سعيدين جدا أن راح تكون فيه فعاليات كثيرة تندرج تحت هذه المظلة في هذا العام تحديدا ترجمة نانسي قنقر